احتجاجاً على الممارسات والإجراءات العسكرية لقوات التحالف وللمطالبة ببسط سلطة الدولة فمنذ نهاية العام الماضي توجهت أذرع التحالف العسكرية إلى توسيع نفوذها في إطار حضورها المشترك على الشريط الساحلي ليتحول الحضور إلى سلطة موازية تضع أيديها على المنافذ الجوية والبحرية لكن هذا النفوذ سرعان ما أيقظ الروح الجمعية المطالبة بالحفاظ على السيادة هنا في المهرة البعيدة عن الاهتمام الرسمي والقريبة من سلطنة عمان اعتصام مفتوح دعا إليه أبناء المهرة وطالبوا فيه بعادة العمل في منفذي الشحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيظة وهي منافذ مهمة على البوابة الشرقية لليمن دعا المعتصمون أيضا إلى تسليم المنافذ لقوات الأمن المحلية والجيش وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بمهام الأمن فيها في إشارة إلى قوات التحالف التي وصلت المهرة نهاية العام الماضي وعززت بقوة أخرى مطلع العام الجاري لم تخل المطالب أيضا من رفع مستوى الأمن والخدمات وبسط نفوذ السلطات على كافة مناطق ومنشآت المحافظة سبق هذا الاعتصام بيانات منددة ومظاهرات احتجاجية تزامنت مع أزمة جزيرة سقطرة لكنها خفتت مع تبدد الطموح الإماراتي في الجزيرة بعد التصعيد الشعبي والرسمي وبعد أشهر أيضا من احتجاجات شهدتها العاصمة المؤقتة عدن طالبت فيها التحالف العربي بإلغاء ما يسمى الحزام الأمني وفي ظل هذا الاحتقان تبدو السلطة المحلية داعمة ومساندة للمطالبات الشعبية حيث خرج المحافظ راجح باكريت في تغريدة له متعهدا بحماية الاعتصام لكن السؤال هل تستجيب قوات التحالف لمطالب أبناء المهرة أم سيتطور الأمر إلى صدمات وأزمات على غرار سقطرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر